فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال وبكل حال يقتضي تحريم التشبه بعلة كونه تشبه نعم العلة الجامعة أن التشبه يحرم لأنه تشبه هذا هو التعليل هذا هو التعليل ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم فرتب الحكم فهو منهم على التشبه دل على أن التشبه هو العلة لكون الإنسان يكون من الكفار أو يحشر مع الكفار العلة هي التشبه